أهلا بكم تراني كراما في كل مكاننا الأمور ما زالت ضبابية فيما يخص طلب زعيم التير الصدري مقتدى الصدر من الحكومة ومن البرلمان بإغلاق السفرة الأمريكية العميلة في العراق فبينما اقترن عدم تنفيذ الطلب بموقف آخر سيعلن من الصدر تشير جميع المؤشرات لأن هذا المطلب من غير الممكن تنفيذه دعمة الصدر إحراج مباشر لقوى الإطار التنسيقي خصوصا وأنها تعلن المعارضة والمقاومة للقوات الأمريكية المتواجدة في الأراضي العراقية وفي ذات الوقت من غير ممكن أن تتخذ قرارا عبر الحكومة الاتخاذ مثل هذه الخطوات خصوصا مع هيمنة الجانب الأمريكي على الاقتصاد العراقي بل وحتى على الرأي العام الدولي عموما تجاه العراق الذي يحاول أن يدخل مرحلة البناء والانفتاح الدولي والاقتصادية وواقف القوى السياسية متذبذبة في ذات الموضوع فبينما أيد بعض النواب المستقلين ذلك مؤكدين الذهاب نحو جمع تواقع للتصويت على غلق سفارة أمريكية في البلاد إلا أن الإطار التنسيقي يعد مطلب الصدر بأنه جاء لإحراج الحكومة التي شكلها هو قبل نحو عام من الآن الإطار إذن لا طالما تغنى بمعارضته للوجود الأمريكية يؤكد عدم وجود إمكانية لتحقيق هذا المطلب كونه سيؤثر على استقرار العراق على اعتبار أن خروج الأمريكيين يعني خروج الدبلوماسيين من جميع الدول الأخرى من العراق هذا الأمر الذي ربما سيعرض البلد لعزلة دولية ولعقوبات قد تفرضها واشنطن لاحقا إذ ما صوت مجلس النواب العراقي على إخراج أو غلق السفارة الأمريكية العاملة في العراق إذن متابعنا الكرام قيام البرلمان العراقي بهذا الإجراء غير ملزم للحكومة كما يراه الإطار إلى أنه سيؤدي لتبعات سلبية حيث أن أعلى سلطة الشرعية في البلاد تهدف لقطع العلاقات تماما مع الجانب الأمريكي فالحكومة في اختبار هو الأصعب لها بعد انقضاع عامها الأول فكيف سيوازن السودان ما بين مطلب الصدر وعدم خسارة الجانب الأمريكي ودعمه للحكومة العراقية أيام مقبلة ستكون قبلة بالمفاجآت وربما بتصعيد سياسي أو بأزمة أمنية في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر